السلام عليكم هنعمل مع بعض النهاردة اللازانيا الغير مسلوقة اللي بتتحط في الفرن على طول سهلة وبسيطة جدا وفيه ناس بتنشف منها وبتضطر تستخدم اللي بتتسلي رغم ان ما فيش اسهل منها لو عرفنا التكنيك الصح اللي نعمله بيها بطريقة سهلة جدا هنعرف النهاردة نعملها ازاي باسهل طريقة وابسط طريقة وفي نفس الوقت فيه ناس بتعملها شبه المكارونة البشاميل بيبقوا شرح بعض جدا بتحسوا ان الفرق بس هو المكارونة نفسها نوع المكارونة سواء مقصوصة او مفروضة احنا عايزين نحس ان احنا بنعمل مكارونة بشاميل لها طعم حل ونحس ان احنا بنعمل لازانيا لها طعم حلو ونحس ان هم فيه بينهم فرق فتعالوا نشوف النهاردة طريقتي والتكنيك الصح اللي انا بتتبعها وبعمل ايه عشان اطلع لازانيا حلوة اوي طعمها حلوة اوي ويجنن وسهلة وهتبقى من اسهل الاكلات اللي تقوموا تعملوها لو مستعجدين يلا بينا نشوف طريقتي عاملة ازاي بس بعد ما وريكم ازاي هي سهل انها تتقطع بمنتهى السهولة طبعا كان لازم اصبر عليها شوية تبرد لما تطلع من الفرن عشان تتماسك بس انا كنت مستعجلة ان انا وريكم ازاي بتتقطع بمنتهى السهولة مش نشفة خالص كانكو سلقنها بالزبط هقطع واحدة كمان وتشوفو بص التقطيع بالشوكة مش محتاجة حتى سكينة سخنة مولاعة شايفين الدخن يلا بقى بينا نبدأ اول خطوة هنبتدي باللحمة المفهومة اللي هنعملها لللزانيا اللحمة المفهومة اللي هنعملها لللزانيا مختلفة في توابلها عن اللحمة المفهومة اللي بنعملها للمكونا البشاميل الحاجات دي بتفرق كتير نزلت في طوصة سخنة بشوية زيت وحنزل ببسلطين مفهومين فرم خشن مش ناعم انا يهمني قوي ان البصل يكون مفهوم خشن في تكات كده بتفرق في الطعم كتير النعم بيدي طعم والخشن بيدي طعم انا عايزة اللحمة بتاعتي يكون البصلة بتاعتها خشنة ودول بسلطين مفهومين خشن على نص كيلو لحمة مفهومة هكتب لوكو المقادير تحت في الديسكريبشن بوكس خلاص هنزل بقى باللحمة بتاعتي بعدها من البصلة تشوحت ما عملتش اي حاجة غير ان انا شوحت البصلة ودبلتها شوية هنزل باللحمة عليها وحقلبهم مع بعض وحقلب لحد ما اللحمة لونها يتغير عشان ابقى مستعدة انزل بالتوابل بتاعتي اللي هي هتدي طعمه مختلف تماما عن المكارونة بالباشمال هنزل بملح ده طبعا حسب الرغبة كميته حسب الرغبة والفلفل كذلك حسب الرغبة اما بقى الحاجات التانية هنحط من كل حاجة ربع معلقة يعني هنزل بربع معلقة من جنزبيل البودرة ما عندكوش حطو فراش بس البودرة هتديكو النتيجة الاحسن في اللحمة دي وبعدين هنزل بربع معلقة من البابريكا بس دي هتغير لونها خالص وهتديها طعم حلوة قوي حاولوا ما تستغنوش عن اي حاجة من اللي احنا هنحطها وبعدين نزلت بربع معلقة من الطوم البودرة وبعدين الاريجينو اللي هو الزعتر البري بيمشي قوي مع الحاجات الايطالية وممكن تقسموا الربع ده اللي حبه ريحان وحبه اويجينو وبعدين نزلت بربع معلقة من الكمون وحبتدي بقى اقلب وممكن كمان تضيفوا ربع معلقة من المسترده زي ما تحبوا بتدي حمودة حلوة قوي لللحمة هنزل بقى بتماطمية كبيرة متقطعة او تماطمية ونص حسب حجم التماطمية بتاعتكو وحنزل برشة صغيرة من مرأ الدجاج دي حاجة ترجع لكم حابين اوكي محش حابين خلاص انا بحطها لما بيكون عندي عزومة بتعزز الطعم جدا وتقدروا تعتمدوا خليط اللحمة ده لأي حاجة ليها علاقة بالمكارونات الايطالية تقدروا تعتمدوها اعتماد كل وتقدروا كمان تخزنوها في الفريزر تسحبوا منها زي ما انتو عايزين وقت الزنقى وساعتها هتبقى عندكو اسرع لزانيا بس ما تحطوش الطماطم غير في الوقت اللي انتو هتستخدموا فيه اللحمة ممكن تخزنوا اللي فادة كله مع بعض معادة الطماطم وحسيب الطماطم تتبل وتنزل ميتها حوضت بقى النار ساعتها لغاية ما تنزل ميتها وساعتها اللحمة هتكون عندي جاهزة وتخيلوا بقى ان اللحمة اخدت مننا وقت اكتر من اللازانيا نفسها هتاخد الوقت يعني لو عندنا اللحمة جاهزة والبشامال جاهز هنخلصها في ربع ساعة بس هنروح بقى بعد كده للخطوة اللي بعدها اللي هي سر السوس اللي هيخلي اللازانيا بتاعتنا طعمها ايطالي وفي نفس الوقت طرية وجميلة مش هتتخيلوا ببسطته انا مش محتاجة غير معلقتين سلسل بور ومرق دجاج وزعتر بري او اوريجنو في لبانة او اي حاجة هنغلي فيها شوية مية هنزل بمية سخنة يعني انا بحب يبقى عندي سوس كفاية يعني انا هعمل كمية سوس والله يتبقى منكو ممكن تحتفظوا بيه وتعملوا بيه اي مقارونة تانية او اي حاجة بس ما نعملش قليلة عشان هنحتاجوا يعني دول حوالي نص لتر مية او قزية شوية هنزل بيهم بمعلقتين من الصلسة كبار صلسة متستخدموش اي حاجة تانية مستخدموش تماطم معصورة او اي حاجة احنا عايزين نوصل لطعم السوس المزبوط اللي هيخلي اللزانيا بتاعتنا رائعة وبعدين هنزل بمعلقة كبيرة من مرق الدجاج البودرة او مكعبات زي ما تحبوا الناس مستخدمش مرق الدجاج معلش في الوصفة دي لازم تستخدموها حتى لو هتستخدمو الأورجانيك لانه هو دا اللي حديكي الطعم الكويس هنزل بقى بربع معلقة او ازياد سنة من الأوريجينو او الزعتر البري وفلفل اسود وخلص احنا كده خلصنا مكونات السوس اللي هيخلي طعم اللزانيا غني هقلبهم واسبهم يغلوا مع بعض غلوة حلوة كده ياخدوا من طعم بعض لان انا محتاجة السوس دا يبقى سخن مولع لان هو دا اللي هيسويلي اللزانيا انا حسيت ان هو سميك شوية فزوت حوالي ربع كباية مية كمان واسبهم بقى يغلوا ويبقى عندي السوس جاهز ابقى مسخنا السوس قبل ما حضر لزانيا على طول بصوا هو بدأ يغلي شايفين لازم يكون بيغلي وانا بعمل اللزانيا هو دا السر بتاع ان اللزانيا بتاعتي هتستوي من غير ما تطلع نشفا نوح بقى مع بعض الخطوة البشاميل البشاميل اللي بستخدمه في اللزانيا بستخدم فيه زبدة مبدخلش فيه سنة خالص علشان كده قلت عمله معاك ورغم ان انتو عارفين الطريقة وناس كتير عارفة الطريقة وليها وصفات كتير بس تاني في اللزانيا انا بحب البشاميل اللي استخدمه يبقى بزبدة مش بسامنة لو بنعمل مكونا بشاميل نعمل ندخل سامنة زي ما احنا عايزين او نعمل ميكس بين اللي اتنين لكن في اللزانيا استخدموا زبدة بس وطبعا ممكن تستخدموا بشاميل جاهز لان اللزانيا مش هنحط فيها بشاميل كتير لان احنا مش عايزين هتقلب مكونا بالبشاميل اول ما الزبدة تصيح معينا هنزل ساعتها بالدقيق انا هكتبلو لكم الماء دية كلها تحت 100 جرام زبدة على نص كوب من الدقيق او التحين هنزل بقى دلوقتي بنص كوبية بتاعت الدقيق خلوا بالكو انا عاملة بشاميل زيادة علشان هعمل تاني لازانيا زيادة انا مش هستخدم كل الكمية دي يعني احنا بنعمل بشاميل بزيادة عشان نستخدموا الحاجة تانية لو هنعمل بس اللازانيا بس طاجن واحد او بايروكس واحد يبقى هنستخدم نص الكمية دي او اقل كمان مش هنحتاج بشاميل كتير انا بس عايز اعمل معاكو طريقة البشاميل بتاعتي اللي بستخدمها للمكارونات سواء نجراسكو او لازانيا لان بشاميل اللي مكارونا بالبشاميل بيبقى غني اكتر وبنحط فيه مرأ دجاج طبيعي دلوقتي خلاص ريحت الدقيق بتاعت تطلع نتأكد ان ريحته تطلع وبتاعت يعمل البابلز دي شايفينها كده بتاعت اكد ان خلاص البشاميل بتاعي جاهز ان انا انزل باللبن لو انتو مبتدئين او البشاميل بيبوز منكو استنو اقفلو النار واسيبو الخليط دا يهدأ وبعدين ننزلو باللبن عشان ما يكلكعش منكو لكن لو انتو متعودين خلاص دلوقتي نحزين ان احنا ننزل جاهزين ننزل باللبن بتاعنا ده لتر لبن على 100 جرام زبدة على نص كوب دقيق وحكتبلكو كل المقادير بالتفصيل تحت ان شاء الله نزلت بقى بلتر اللبن وحقلب وحفظة لقلب وايدي فيه على نار متوسطة او شبه هادية لو خايفين يكلكع منكو لغاية لما يبتدي تماسك معنا هنزل بقى هنا بالفلفل الاسود عايزين تحطو ابيض اوكي بس انا بحب تعمل فلفل الاسود بالفلبة شمال اكتر من الفلفل الابيض ونزلت بمعلقة كبيرة من مرأ الدجاج الباودر عايزين تحطو مقعبات حطو عايزين تستغنوا عنها خالص استغنوا لو هتحطو مقعبات يبقى هنحط مقعبين وطبعا انا محطتش ملح علشان مرأ الدجاج بتاعي فيه ملح ودي حاجة ترجعلكو موضوع الملح دا والفلفل حسب الزوء تماما بس انا مش محتاجة اعمل اي حاجة تانية احط اي حاجة تانية انا هستمر في التقليب لحد لما يتماسك معي اهو بدأ يتماسك معي اول ما يبتدي يعمل بابلز دي او الفقعات دي نعرف انه هو خلاص نقفل بقى النار يكمل سواه في الحرارة اللي موجودة في الحلة بصو شايفين بيتقطع ازاي لما بطلعوا الفوق كده دا معناه انه جاهز انا مش محتاجة للبيت خالص في البشامال دا يلا بقى نشوف نوع اللازانيا اللي بنستخدمه زي ما اتفقنا نوع اللازانيا اللي هنستخدمها نوع بيدخل الفرن على طول ما بيتسليش وده النوع اللي انا بفضله هجيب بقى البايروكس اللي انا هستخدمه انا عايزة بايروكس او الحاجة اللي هنستخدمها يبقى الطرف بتاعها عادي شوية انا ما بحبش اللازانيا عالية قوي دي حاجة ترجع لكم شايفين انا هستخدم دي هي يدوبك عالية سنة بس انا مش هخلي اللازانيا عالية قوي عشان لسه هنحط حاجات كثير وحنحط جبنة وحنحط بشامال يلا بقى هبتدي اول خطوة ودي اهم خطوة ان انا انزل بالسوس زي ما انتو شايفين حبة من السوس اللي احنا عملناه وهو سخن شايفين الدخان طالع عامل ازاي معناه ان هو بيغلي سخن هرس بقى اللازانيا مش بكترها يا جماعة انا بس محتاجة للبايروكس ده كله تلاتة هي هتتمدد وهتوسع لما تستوي هحط بقى اهو زي ما انتو شايفين البايروكس ده خد معايا تلاتة بس غطستهم في السوس هنزل بقى عليهم بشوية من السوس تاني يا دوبك ان انا بغطي اللازانيا بحبة من السوس وما تقلقوش خالص من الخطوة دي هنزل بقى باللحمة بتاعتي بطبقة من اللحمة بتاعتي الطبقات وطول يعني اللازانيا بتاعتكو دي حاجة ترجع لكو حسب الزوء انا مبحبح حس بتعم اللحمة كثير فانا هاوريكو الطبقات اللي انا هستخدمها انتو بقى حطوا الطبقات اللي تحبوها زي ما تحبو عايزينها عالية قوي عايزينها نص نص زي ما تحبو انا بقولوكو على التكنيك وانتو عملو اللي انتو عايزينه انا بفرد اللحمة كويس قوي لان انا مش عايزة لها احس بتعم اللحمة كثير انا عايزة حس بتعم كل حاجة مع بعض وبعدين هنزل برشة من الجبنة البرمجان وبردو دي حاجة ترجع لكم الجبنة اللي بتحبوها حطوها بس البرمجان معاها تعمها خيال بجد تعمها حلو او مفيش برمجان حطوا رومي او موزاريلا زي ما تحبو او استغنوا عن الجبنة خالص هرجع بقى ارس تاني اللزانيا هحط تلاتة شو هتشوفو النتيجة في الاخر انها دول هيفردو تماما و هرجع تاني انزل بالسوس السخن اللي احنا عملناه متغرقوش الدنيا يدوبك يغطيه شوية انا زي ما قلتلكو بحب حس بتعم اللزانيا اكتر من اللحمة ما بحبش حس بتعم اللحمة كتير فهنزل بطبقة كمان من اللزانيا عايزين تحطه في النص بين الطبقة دي والطبقة دي لحمة دي حاجة ترجع لكم بس انا بكتفي ان انا حط طبقتين لحمة بس دي حاجة ترجع للزوء نزلت تاني بحبة من السوس سخنين على اللزانيا وهي نشفة كده وانزل بقى بطبقة اللحمة يبقى انا كده حطيت طبقتين من اللحمة انتو حطوا اللي يعجبكو و هفردها عشان ما تبقاش ميكالكاعة مع اللزانيا بفردها كويس قوي قوي وبعدين هنزل بقى برشة من الجبنة البرمجان وبعدين هنزل باخر طبقة من اللزانيا وعليها السوس السخن الجميل اللي حيطريها ويخليها طعمها يجنن وبعدين كده انا جاهزة ان انا انزل باخر خطوة انا هكتفي بهذا القدر هو هيعلى و هيبقى جميل قوي هنزل بقى بالباشامال بتاعي كفاية قوي ان انا حط على الوش انا محطتش بين الطبقات اي باشامال عايزين تحطوا براحتكو بس تجربوا طريقتي هتلاقوها تجنن وطعمها قريب جدا من اللي بنأكلها في المطاعم نزلت بقى بطبقة الباشامال فوق هي بصوا بين الجناب بتنزل قريبا دي هتنزل وتتغلغل جوه اللازانيا بس كفاية قوي الطبقة اللي على الوش دي هتخلي الطعم حلو هتخلينا نحس ان احنا مش بناكل مكرونة باشامال بفردها بصوا الكمية زي ما قلتلكم اللي انا عملتها انا استخدمت تقريبا ربعها ما استخدمتش كل الباشامال اللي انا عملته لان انا عملة بزيادة وزي ما انتو شايفين انا بنزل بالباشامال في الجناب كمان الجناب الفاضية دي بنزل بها بالباشامال في الجناب ده برضو هيخلي الطعم حلوة او هنزل بقى بالجبنة المتزرلة على طبقة الباشامال اللي انا حطيتها فوق ودي من الفرقات بين المكرونة بالباشامال واللازانيا برضو بلاقي ناس دلوقتي بتحط على المكرونة بالباشامال جبنة انا بحب بحس ان الباشامال باشامال واللازانيا لازانيا اللازانيا بتبقى معاها حلوة قوي قوي الجبنة انا ما بحطش جبنة على الباشامال حطيت الجبنة بتاعتي وهعمل بقى اخر تاكة اللي هتخلي الوش بيلمع ان انا حط كريمة فوق المتزرلة هدخلها بقى الفرن المدة لخمستاشر دقيقة لعشرين دقيقة وبعدين افتح الشواية عليها المدة خمس دقيق لان السوس المولع ده هيخليها تستوي بسرعة بصوا ده شكلها ودي النتيجة حاجة كده طعمها طحفة انا مقدرتش هستنى عليها عشان تبرد ان انا قطعها عشان اوريكم الجميل بس انتم لو عايزين هتبقى مسكة نفسها لازم تستنوا حوالي خمستاشر دقيقة علشان تقطع معنا قطع متماسكة زي المكارونة بالبشاميل لازم نسيبها تبرد عشان نعرف نقطعها وهي مسكة نفسها انا بقى مقدرتش هستنى خالص ان انا اقطعها عشان اوريكم قد ايه هي مستوية عشان في ناس كتير قوي قالتلي دي بتنشف من دينا وحرموا ان هم يستخدموا الجهزة وبقى يجيبوا اللي بيسلقوها لا من النهاردة لو جربت الطريقة دي الناس اللي بتفشل منها مش هتفشل منها خالص وهيبقى طعمها الطحفة وهتبقى من الاكلات السهلة عليكم اللي ممكن نعملها بمنتهى السرعة خصوصا لو احنا مخزنين اللحمة المفهومة جاهزة عندنا الدنيا هتبقى سهلة جدا بصوا جمالها بصوا من الجناب قد ايه مستوية وزي ما وردكو وتاني حواريكو بصوا بتتقطع ازاي بمنتهى السهولة بالشوكة من غير اي مشاكل اهي شايفين مولعة عشان كده هي لسه مش مسكة نفسها بس قلتها وجهلكو هي لسه طالعة من الفرن بصوا حتى الدخين بصوا بتتقطع بمنتهى السهولة ازاي وطعمها طحفة اللحمة اللي جواها مختلفة عن المكونة بالبشاميل يارب يكون الفيديو عجبكو تابعوني وعملوا لايك وشير باي باي